بمبادرة كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي أعلنت المبادرة إطلاق النصحة الخامسة من جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية وتأتي هذه المبادرة بهدف الحفاظ على التنظيم النظم البيئية الزراعية وزيادة الناتج الزراعي ورفع مساهمته في الاقتصاد وتحقيق أمن غذائي نسبية تحفيزا للمزارعين والعمالة البحرينية المؤهلة في القطاع الزراعي تأتي جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية في نسختها الخامسة لتخلق بيئة تنفسية جديدة في كل عام تشجع من خلالها تطوير قطاع الزراعة واستدامته الابتكارات الزراعية الوطنية تتنفس في كل نسخة من الجائزة لتؤكد أهمية توطين التقنيات الزراعية الحديثة وتشجيع الاستثمار في قطاع الزراعة فضلا عن تشجيع البحث العلمي في المجال الزراعي ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي وتتضمن الجائزة ثلاثة محاور رئيسية أولها جائزة أفضل مشروع زراعي والتي تنقسم إلى قسمين القسم الأول جائزة أفضل مشروع منتج لمحاصيل زراعية غذائية كانت أم تجميلية أما القسم الثاني من الجائزة في هذا المحور فيمنح لأفضل مشروع مساند للإنتاج الزراعي ويأتي المحور الثاني ليمنح الجائزة لأفضل مزارع بحريني تقديرا لجهود وإسهامات المزارع المحلي في تنمية القطاع الزراعي في مملكة البحرين أما المحور الثالث فقد خصص لأفضل الدراسات والبحوث الزراعية وذلك بهدف توجيه بوصلة البحث العلمي نحو قضايا استدامة التنمية الزراعية والأمن الغذائي علما بأن جائزة هذا المحور مفتوحة لأصحاب الدراسات والبحوث الزراعية من مختلف دول العالم خبرات ومعارف تنتقل عاما بعد عام من خلال جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية التي يتم من خلالها رفع مستوى القطاع الزراعي المحلي لتحسين الإنتاج والتغذية والبيئة وصولا لاستدامة الإنتاج الزراعي